مرحبا تعد زيادة الوزن اثر جاني عند الاشخاص يلي بياخدوا الانسولين يمكن صح يمكن غلط وبحلقة اليوم الكلينيك رح نعرف اكتر شو هي العلاقة بين السكري ومقاومة الجسم للانسولين والبداني وكيفينا نتجنب هالمشكلة وشو هن القواعد لنقدر نكون سالمين من هالمخاطر رح نستقبل بكلينيك صوت لبنان اختصاصية التغذية ريم حنة لاتحطنا اكتر على الطريق الصحيح مرحبا ريم اهلا وسهلا فيك بصوت لبنان مزبوط لإلناب المقدمة ولا في معتقادات خاصة وانا قصد طرحت هذا السؤال بالأول سحر في كتير معتقادات خاطئة بترتبط بعلاقة الجسم بالانسولين بالسكري هلا اكيد لا شك انه نحنا بنعرف انه ارمان الانسولين هي ارمان عادة بتجمع هيك رح سميها لحتى اقدر قرب الأفكار أكتر يعني شغلتها بجسمة تعمر هلا حسب أنا شو بعطيها بتقدر تعمر فجمالا الانسولين كأرمان بنستعملها أكتر بالحالات طبع الأشخاص يلي عندهم السكر النمط الأول أو عند اللي عندهم النمط الثاني بس بمراحل متقدمة بهيد الحالة هالشخص شو بيصير يعمل أوليه بينصح لأنه بيكون جسمه عم يطلب السكر هو مش تقل للسكر بيصير يعطي حاله مثل بيقول أنا عندي هالحجة فيي أكل سكر ما هلأ بعد شوي بعمل الأنسولين كأرمال هيك بيصير يفوت وحدات حرارية عالية على جسمه بلس بيدعمهم بأرمان الأنسولين لما مناخد الأرمان أو حقن الأنسولين من بره بكميات منظمة مثل ما بيحددها حكيم السكري أكيد منقدر أنه نحافظ على وزن طبيعي بينما لما مناخل كميات سكر عالية هالكميات العالية بتعوز وحدات أنسولين أكتر ولما منفوت هالوحدات الزيدي كل شي سكر أكلناه زيادة عن المعدل عم نخلي الأنسولين تخزنه هيك بتوطي السكر بالدم وأنا لهيك اعتمدت هالسؤال ببداية الحل ألا نوضح المعتقدات الخاطئ أو اللغط اللي صاري ورح نرجع لهم أكتر لأنه كان فيه أكتر من معتقد خاطئ بالبداية بتذكر كل اللي عم يسمعونا فيكن تسمعونا وتابعونا بالصوت والصورة عبر video.me أو من خلال صفحتنا على social media Voice of Lebanon 100.5 ولأي سؤال حول موضوعنا موضوع حلقة اليوم أرقمنا هنه 0132535 7661103 أو 025 أو من خلال الواتس أب 7661101 لكن العلاقة بين السكري مؤومة الجسم للأنسونين والبداني فيها رابط ولكن شو هو هذا الرابط؟ لحتى نقدر نوضح القصص راح نبلش أول شي بدي أشرح بس عن نقطة كتير مهمة وكتير بيصير فيها كمان بنسميه لغط بيكون عندي مريض هو يمكن ما بيكون مريض سكري فجأة بقل له أنا أنه معقول يكون عندك وزن زايد خلينا نفحص مخزون السكري لا أنا ما بيني شي مريض السكري بيضعف لكن أنا صحتي منيحة هيدا لغط كتير مهم لحتى نفسر من وين بتجي في فرق بين السكري واللي عنده مخزون سكر؟ هو اللي عنده مخزون سكر عالي هو مريض سكري هلأ هون مخزون سكر بتفصل لثلاث أقصام اللي عنده مخزون تحت الخمسة فاصلة سبعة وهيدا كتير مهم أنه المستمعين ينتبهولا لمخزونه تحت الخمسة فاصلة سبعة هيدا شخص ما عنده مشاكل سكري بس أكيد إذا عنده إياها بالوراة عند أهل وعند إخويته لازم يضعلي تابعة لمخزونه بين الخمسة فاصلة سبعة والستة فاصلة أربعة هيدا شخص معرض يعمل سكري من سميه بري داياباتيك عادة الأشخاص بيشوفوا بفحص الدم ما في نجمة حد الرقم إذا كان ستة ما في نجمة بيقولي أنا ما بني شي ما عنده سكري بس أنت معرض يصير عندك سكري بهيدا المرحلة بين الخمسة فاصلة سبعة وبين الستة فاصلة أربعة بيكون الشخص عم بيكسب وزن بشكل سريع بس هو ما أنه عارف له هيدا الكسبان للوزن بيجي من وراء مقاومة الجسم للأنسولين في عوارض غشاشة فإذن عوارض السكري الغشاشة في عوارض غشاشة بها المرحلة اللي هي بس يكون المخزون بين الخمسة فاصلة سبعة ستة فاصلة أربعة كمينا بتصير بيقولولي أنا ما بيطلع عندي السكري أنا السكري بيهبط بجسمي بحياتي ما رح يصير عندي سكري هيدا بنا ننتبه له وكل حدا بيعاني من الهبوط بالسكري لازم يتابع مع أكيد أولا طبيب غدد وسكري وتانيا مع إخصائية تغذية لا يحلها لا لأنه وقت اللي نحنا بيكون عنا هبوط بالسكري شو عم بيصير بيكون الشخص عم يأكل سكر بيعمل جسمه شوغر سبايك يعني عطى الجسم كمية سكر عالية هون البانكريا بيفرز كمية أنسولين عالية اللي منسميها أنسولين سبايك بيكبت كميات كتير كبيرة لأنه الشخص عنده وزن زيد هالخلايا ما بتسحب أو بيكون عنده مش بس وزن زيد بيكون عنده مالفانكشن بجسمه هالخلايا ما بتسحب السكر بشكل مزبوط وهون بتكون عم بتقاوم الأنسولين بعد لحظات الخلايا بتسحب السكر كله وبتحرقها وبيهبط السكري فجأة فهون صار عنده هبوط بالسكري بيطمن باله أنه هو بعيد وهو بيكون كتير قريب فكرمال هيك الأشخاص اللي بيعانوا هبوط بالسكري أكيد إلا غير أسباب لحتى ما كتير يخافوا بس لازم يتابعوا مع حكيم السكري وأخصائي التغيير كنا ناخد أول اتصال ألو ألو بونجور بونجور تفضلي تفضلي الشعبية هي استبدال العسل بالسكر خلينا نجاوب على المدام وبفرد مرة نخبر شو الفرق بين العسل والسكر وهل هالمعتقد كمان من المعتقدات الصحيحة أو الخاطئة أول شي تنجاوب مدام على قصة الجوافا هي فيها كمية ألياف عالية لأنه أكيد عندها خصائص متميزة هيدا لنوع من الفواكة هلأ بدنا نقول شغلة لمريد السكري كل ما كانت نوع الفواكة عجرة أكتر كل ما هي أفضل لأنه بتكون كمية السكر اللي فيها أخف كمية الألياف عالية نحنا من قيام ستوية عادة صح وهيدا خطأ كمان صح لازم صحيحكو ما أنه خطأ في ناس بتحب كمان ما بدنا الواحد كتير ينحرم بس الأيديل لمريد السكري هو نروح على الأشياء اللي هي عجرة أكتر لأنه الألياف اللي فيها بتضل بتخفف امتصاص السكر بالجسم الجوافا فيها كمية فيتامين سي كتير عالية كمان بتساعد الجسم يعني هيدا الشي عم بيعطي عم بيخلي الخلايا تتجدد أسرع وبتحافظ على الشباب بالنسبة للعسل العسل هو من المعتقدات الخاطئة عند كل الناس إن كان بالسكري أو بالوزن الزي أسود أو عادي كيف ما كان لأنه العسل لو هو أكيد إذا كان العسل مش طبيعي عم نشتريه من السوق منه كتير مفضل لأنه منشك أوقات إلا إذا المصدر موسوق بس منشك إنه يكونوا زايدين له سكر بالنسبة للعسل الطبيعي فيه كمية فيه نوعية سكر لهي الفريكتوز مثل نوعية السكر يلي موجودة بالفواكة هي زيتة الفرق بين العسل والسكر الأبيض إنه العسل عم بيعطيني خصائص أكتر يعني بيعطي كمانا أنتي أكسيدان بيقوي جهاز المناعة أكيد هذه الخصائص ما فينا نتجنبها وما فينا نلغيها بس بالنسبة لمريد السكري أو لشخصي اللي عم بيجرب يضعف ما فيه يستبدل السكر بالعسل بنفس الكميات ويقول أنا منتبه للسكري لأنه مريد السكري إذا بياخد العسل لو الأسود لو طبيعي لو معمول بالبيج يزين السكري من بعدها بيلاقيه غير السكري طلع لأنه الفريكتوز هو بالنهاية نوع سكر كتير بيشبه لجلوكوز الفرق إنه مصدره طبيعي مش مصنع بس مفعوله على الجسم نفس الشي فلنقول الكمية إذا حدا بيحب بيقدروا ياخدوا المريد السكري أكيد مفضل إنه يعملها ملعقة صغيرة بيكون مثلا لاغي محلة نوع سكر تاني يمكن لفواكة للأشخاص يلي بيستحلوا العسل كل ثلاث ملاعق صغار عسل بيعدلوا حصة الفواكة كمان من المعتقدات الخطأ يمكن خبز الشوفان وغيرها مظبوط مظبوط أو إذا معنا السكة اللي مروح للشوفان بيضر أو بفيد أو لا بيضر ولا بفيد لا بالعكس هو خبز الشوفان بالمعتقدات الخطأ مرأ فترة كتير صار في دعاية للشوفان بحد ذاته إنه الشوفان بضاعف هو الشوفان بيشبع أسرع في كمية ألياف أعلى بكتير من القمح إذا عم نقارن للقمح بس المشكلة بخبز الشوفان وبي لبنان يمكن إذا حدا عنده فرن عم بيسمعني رح يزعل ما فيه مصدائية ما فيه مصدائية ما بنعرف إذا من ذات سكر أو لا وأنا هاي المعلومة ما جبتها من عندي جبتها من عند مريض السكرية اللي بيأكل خبز الشوفان وبيقلي السكر عم بيعلى هيدا الشي بيعني إنه خبز الشوفان بلبنان بمصادر من مصادر معينة ممكن يكون منزد له سكر يعني إذا ما نعرف نتأكد من المصدر صح نتأكد إذا عم بفيدنا أفضل نوع خبز لمريض السكر بالنسبة إليه هو خبز الساج ما بينحقى عنه عالمياً لأنه حرام ما عنده نية بس تير طيب نحنا خلينا نستفيد منه تير طيب أنا فكرة وصار غالي بس تير طيب فعلاً عنا مجموات اتصالات ألو ألو تفضل بونجور يعطيكم العافية تفضل على السؤال مباشرة أه أوكي أنا زرامي بينكوش كتير عامل 52 سنة بس مشكلتي بالحياة إنه بعرق كتير عريق يعني بعرق أكتر ما أشرب بس المشكلة عندي إنه بس إنكوش هيكي بيزلي عرق تير من فترة دخت كتير يعني وقعت وقعت على الأرض من كتر ما ما دخت فبس أكلت حلو شوكولات وهيكي حسيت حالي رجعت رقت بس هادي عقل شغالي عندي ايها متات أربعة سنين معانو عملت فوسات ما في شي وسنة الماضية حتى راحت أخدوني صليب الأحمر وعملنا فوسات ومتعرف في شي أبداً بس مشكلة كتير بعرق وبس إشرب مية بس إيكو سكر وحلو يعني ما بعرف ليش بليش بروق معانو تكون متروأ وكل شي يعني بتصير معي قبل الظهر وبعض الظهر الخبرية بس بحب شو اللي أوكي هلا أول شي قصة العرق هي فرازات للغدد كون عم نعرق كتير بتضل على شي لا 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 ما ضرورة تكون بتضل على شي هو هالمسيو يمكن بيعمل كتير مجهود لأنا عم بيقول وقت بيكون بينكوش وهيك بيعرق الزيادة هلا المشكلة وين لأنه بيعرق الزيادة بيكب ماء لبرة هيدا الشي عم بيعني أنه هو عم بيكب لبرة سوديوم وعم بيكب معه سكر وقت اللي بينزل السوديوم بالجسم إجمالا هبطت الضغط أوقات بتهبط معه السكري والعكس تمام بينزل السكري بينزل ضغط معه ولازم واحد يعلت تاني لحتى الشخص يظل مهدي قد ما بيقدر بس حسب المجهود اللي عاملوا بيقدر هيدا الشي وصل لأنه يغيب عن الوعية أو يضوخ مفروض أول شي يعم وأكيد بالمستشفى بيكونوا عملوهم بس يتأكد فحص مخزون السكري ويشيك أدايا عم يطلع بين 5.7 و 6.4 منرجع منكرر كمان مفروض يفحص فحص الأنسولين لازم أكيد يستشير حكيم غدد وسكري لحتى يطمن أنه من هيدا الناحية ما عنده مشكل نعم خلان ننشوح كمان قبل ما يبغتنا الوقت في كتير اتصالات ألو بونجور بونجور كيف فالك ميشي الحال بونجور ريم بونجور فضل السؤال السؤال سؤال ما استعجلين اي لأنه عندنا كتير اسئلة بالنسبة للمريض سكري المزمن هلا أنا بمارس رياضة المشي لأنه عمري 70 سنين يعني ما بقدر أعمل غير رياضات هادي المتوفرة هلا بس هل النطع الحبلة بيفيد لمثلا البطن؟ أوكي هلا لحتى نحكي بخصوص كيف منطقة الضعف ووين الاشياء بتكون عم تستهدف هالمناطق اتصال تاني قبل أو بتجاوبيه ع السريع ع السريع يلا قصة النطع الحبلة نطع الحبلة ممكن تكون عم بتسرع عم تستهدف أكتر حرق الخلايا الدهنية الموجودة بالبطن لأنه وقت اللي بيحرك الإجران تلوع نزول عم بيحرك سلول بالبطن اسمهن سلول بتا هن بيسرعوا حرق الفات بهيد المنطقة بيوجهوا ع هاي المنطقة يعني بيساعدوه رياضة حلو نطل حبلة اتصال ألو نعم بونجور بدي إلا أنا بري ديابات وما عم بقدير يعني وقف الابتير شو كيف أنا نحلها يعني الشخص اللي عنده هو بري دياباتيك معرض يعمل سكري حتى الشخص اللي عنده سكري لأنه جسمه بيفرز كميات عالية من الانسولين وفجأة الجسم بياخدها بيحس إنه عنده شراهة على السكر تحديداً عالية لحتى تقدر تتوقف هيد الشراهة أنا رح احكي إذا بدكن تيوري وبراتيك بعرف إنه برأسكن حتقوله كتير صعب هيدا الشي اللي عم نطلبه مفروض الشخص في شي بعادات الإنسان إذا أنا بعمل الشغلة هي زيتا على عشرين يوم جسمي بيتعود علي إذا بوقف هالشغلة على عشرين يوم جسمي بيتعود علي فلما الشخص مقرر إنه هو عن جد بدي يوقف الشراهة على السكر بالتحديد لازم ياخد قرار إنه هو بدي يوقف السكر وبدو يعرف إنه متى ما أخد هيدا القرار الجسم رح يقاوم هيدا القرار يعني يومين ثلاثة أربعة بالأول رح تحس بعوارد هبوط سكري بس السكري منه هابط إذا بتفحص السكر بالدم بتلاقيه طبيعي بس عندها العوارد كاملة لأنه الجسم ما بدو إياها توقف السكر فبدنا نضغط على حالنا لحد عشرين يوم خلاننا نعطي تيبس هايك عالسريع لأنه مسمعونا شو الخطوات الهيكي بتلاتين سينية شو الخطوات اللي لازم ناخدها إذا كنا مرضى سكري أو بدن نضع يعني تيبس اللي اللي يعانوا من الأمراض يستفيدوا منها من نهارهم رح بلش بالتيبس بعنوان اعتدال لأنه مريض السكري بدو يعرف أنا ما كتير بحب سميه مريض سكري بحب يقوله المصاب السكري بدو يعرف إنه هو عنده كا بدو يتعايش معه كل حياته ما فيه يقل له وقف سكر ما فيه يقل له لغيه الخبز من حياتك ما فيه يقل له لغيه البطاطا من حياتك بدنا نقل له اعتدال يعني إذا بدنا نوسع أو نوسع نتوسع على كل جروب أليمانتر لحال بالنسبة للنشويات عطول بدنا نروح على الأشياء الأمحة الكاملة خبز الساج متل ما ذكرنا هو المفضل صحيح مالح شوي بس أحسن من غيره بالنسبة للنشويات بناخد البطاطا المعكرونة الأمحة الكاملة بناخدهم أكيد مش كل يوم يمكن مرة بالجمعة الكمية بدها تكون صغيرة لأن الجسم بلحق يحرق كميات قليلة بالنسبة للسكر نجرب ناخد المصدر السكر طبعنا من الفواكة بس حتى الفواكة بدنا ننتبه من الكميات يلي بدنا ناخدها لأنه مثل ما ذكرت الفريكتوز مثل الجلوكوز بالنسبة للحمة تجاج سمك للتجاج والسمك أكيد أفضل بكتير من اللحمة الحمرة لأنه الدراسات الأخيرة بيّنت أنه اللحمة الحمرة بتعلي الأنسولين هو شي غريب عم نسمعه بس اللحمة الحمرة طلعت بتعلي الأنسولين وبالنسبة للكحول والمشروبات بدنا ننتبه أول شيء من المشروبات الغازية يلي بتحتوي على كميات كتير عالية من السكر بالنسبة للألكول بدنا ناخد كمان باعتدال يعني كاس باليوم للرجال كاسين بنهار للرجال كاس بنهار للامرأة بس أنا بحالة السكري بفضل أنه كمية الألكول كمان تكون بالمناسبات السعيدة مش أكتر من كاسين وراء بعض لحتى الجسم يلحق كمان أنه يلغيون وأهم نقطة يمكن تأخرت عليك هي السكر الاستناعي اللي كل الناس بتنغش فيها وبيركدوا عليها بشراها أنه أنا فيي أكل سكر قد ما بد له لأنه استناعي هو بيعلي الأنسولين بالجسم وبيقدر يهدره نعم يعني مع هذي التيبس لاتخلوا أيامكم سعيدة أكتر لازم تتبعون اختصاصية التغذية يا ريم حنة شكراً كتير لأليك مرسي لألكم مرسي لألكم مرسي عمدين كلينيك انتهى لليوم حتى نلتق من جديد در دالوب جس اشتركوا في القناة